موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا ومرحبا بكم مشاهدين الكرام إلى حلقة جديدة من برنامج في المنتصف والذي نبدأه معكم بالحديث عن الملف العراقي في ظل الحديث والتساؤل عن خطط الولايات المتحدة الأمريكية في العراق بعد تحركاتها العسكرية ونشر منظومة الباتريوت إذن تسارع الولايات المتحدة الأمريكية خطاها لإعادة تأتيب أوضاع قواتها في العراق وحصر توسدها في قاعدتين عاليتين التحصين وجلب المزيد من بطاريات باتريوت وتعزيز منظومات الحماية من الصواريخ قصيرة المدى وذلك في وقت تصعد فيه ميليشيات شعية وموالية لإيران من تهديدها اللفظي لتلك القوات واستفززها برشقات صاروخية هذا وكانت قوات التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية أخلت في خلال الأيام القليلة الماضية أغلب القواعد الثانوية في العراق بينما توجهت إلى قاعدة عين الأسد غربي مدينة الرمادي مركز محافظة الأنبار وقاعدة الحرير شرقي مدينة أربيل مركز إقليم كردستان بشمالي البلاد إيران والميليشيات العراقية تستشعر الخطر الداهم بفعل هذا التغيير في التكتيكات الأمريكية وهو ما يترجمه السلوك المستفز للميليشيات ضد القوات الأمريكية على أمل جرها إلى معركة سابقة لأوانها لكن في المقابل تتأهب الميليشيات المسلحة لضربات أمريكية محتملة بعد ورود أنباء عن عزم واشنطن تنفيذ هجمات خلال الأيام القليلة المقبلة ضد مواقع تابعة لفصائل مسلحة موالية لإيران واتقذت الفصائل المسلحة إجراءات أمنية مشددة حول مقارها مع عملية نقل لمخازن الأسلحة الثقيلة وتغيير محل إقامة بعض قيادات تلك الفصائل خشية تنفيذ هجمات اغتيال على غرار مقتل قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني إذن مشاهدين الكرام حديثنا اليوم عن الخطط الأمريكية في العراق مع تغيير في هذا التكتيك وأيضا تصعيدها وأخلائها لعدد من القواعد العسكرية وتسليمها للحكومة العراقية حول هذا الموضوع مشاهدين الكرام أرحب بضيفي عبر خدمة السكايب الكاتب الصحفي العراقي السيد زياد السنجري أهلا ومرحبا بكم معنا سيد زياد أهلا ومرحبا بكم بداية أستاذ زياد نتحدث اليوم عن التحركات التي تجري أو التي تقوم بها الولايات المتحدة الأمريكية حيث أعلن التحالف الدول بقالة الولايات المتحدة عن سحبه أو عن إخلائه لأربع قواعد عسكرية وتسليمها للحكومة العراقية قبل يومين الانسحاب من معسكر القصور الرئاسية في مدينة الموصل وأيضا قبلها الانسحاب من قاعدة كايوان العسكرية برأيكم هذه الخطوات كيف تفسر؟ نعم هناك خطوات أمريكية استباقية تجري الآن على الساحة العراقية بعد مناقشة خطة متكاملة لضرب النفوذ الإيراني في داخل العراق وهنا أركز على النفوذ الإيراني والميليشيات الولائية وليست انقلاب على نظام الحكم في العراق والعكس واشنطن هي الدعم الأول لهذا النفوذ ما يجري الآن هناك مناقشة لخطة بأن ضربة والكل وافق عليها من وزير الخارجية مايك بومبيو إلى مستشار الأمن الأمريكي ولكن تعارضت هذه الخطة مع توصيات من قبل قادة كبار أمريكان في العراق حيث ذكروا ضمن التسريبات التي نشرتها نيويورك تايمز بأن هذه الخطة تتعارض كونها ستوقع معركة دموية حسب تعبير نيويورك تايمز وهناك مقرات علينا أن نحصنها أو نقوم بإخلائها وهذا ما تم بالفعل عندما أخلت القوات الأمريكية قواعدها من القائم ومن كيوان والقصور الرئاسية ونقلتها إلى قاعدة الحرير في أربيل وكذلك عين الأسد في الأنبار وقاعدة أخرى لم تعلن عنها لحد الآن وهي متاحة من الحدود السورية في شمال العراق في قضاء السنجار هذه الإجراءات تأتي ضمن سلسل إجراءات أخرى اتخذتها أيضا حيث أوصت القوات الشيكية والفرنسية بالانسحاب أيضا حتى لا تتعرض وهذه القواعد ليست قواعد تمتلك قوات ذات فعالية على الأرض ومداهمة وهجومية وإنما هي قواعد تدريبية أكثر مما هي هجومية كما عززت قاعدة حين الأسد بصواريخ باتريوت وهناك إجراءات أخرى اتخذتها سنعود لموضوع الباتريوت أستاذ زياد ولكن البعض يتحدث ويقول إخلاء أربع قواعد عسكرية وتسليمة للحكومة العراقية في غضون أقل من شهر بالنسبة للميليشيات الولائية لإيران أثارت العديد من التساؤلات والتحفظات وأيضا البعض اعتبرها أنها تحضير لعملية لربما أو تنفيذ هجمات ضد الميليشيات برأيكم هل هذا السبب الحقيقي لإخلاء القواعد العسكرية؟ نعم هذا السبب الرئيسي والحقيقي كذلك أبلغت الإدارة الأمريكية المرجعية العليا في النجم مكتب على السستاني بأن كل الميليشيات وكل فصح الحسد ستكون أهداف مشروعة للقوات الأمريكية وهذا ما عجل من دمج أربعة قصائل تابعة لمكتب عليه السستاني والمرجعية النجم ضمن وزارة الدفاع وتم الإعلان عنها بشكل رسمي حيث قابل قادة من تلك الميليشيات ورجال دين تابعين للمرجعية وزير الدفاع النجاح الشمري الذي رحب بالفكرة ويريد الآن تعزيز هذه الفكرة أيضا في بصائل أخرى لتبقى البصائل التي تنطوي تحت الميليشيات الولائية إلى إيران منفردة في الساحة والتي سيتم استهدافها بكل تأكيد وبكل قوة داخل العراق على أن يتم تعزيز قدرة الحكومة في بغداد على اتخاذ القرار الأمني والسياسي اليوم سيد زياد هذه الميليشيات الولائية لإيران بالطبع تأخذ الحيطة والحذر ونقلت جميع المخازن الأسلحة والصواريخ إلى مكان آخر حتى هناك بعض من وسائل الإعلان تتحدث عن تغيير قادة هؤلاء الفصائل لأماكن الإقامة التي يقيمون بها تخوفا من عمليات الاغتيال ربما نشهد برأيكم عمليات الاغتيال على غرار اغتيال قاسم سليماني المؤشرات تقول بأن عملية سليماني وأبو ماتي المهندس كانت ناجحة وقد تمت إدارة هذه العملية من خارج العراق عبر الأقمار الصناعية وأعتقد بأن كل الأهداف التي تتحرك الآن على الأرض وتحاول إخطاء نفسها هي مرصودة بشكل سابق وهناك عامل مهم جدا المواطن لا يريد التعاون مع تلك الميليشيات يعني كانوا في شمال العراق مثل سهل نينوى أو كانوا في مناطق أخرى في جنوب العراق المواطن هو من سيشي بهم كونهم جاثمين على صدور العراق وهم عبارة عن تظيم إرهابي يمارس أعمالهم مثل ما تمارس داعش كانت تلك الأعمال في مدينة الموصل والأنبار والصلاع الدين لذلك ستجد أن هذه الأهداف مهما حاولت أن تتخفى وتحاول تنقل السلاح هناك الأسلحة وهناك المراقبة والرادارات والأقمار الصناعية التي من شأنها أن ترصد كل المتغيرات على الساحة وإن كانت بسيطة وطفيفة وليس مرصودة بشكل جيد ولكن سيتم رصدها كون هناك بعض معلومات مهمة جدا القوات الأمريكية التي ستتخذ هذه القوات قوات تصعيدية وتأخذ إجراءات مناسبة في حال تم التصعيد من قبل الميليشيات أو إذا كانت تتلقى دعم مباشر من إيران تلك الميليشيات وتم المواجهة مع إيران أيضا على الساحة طيب اليوم أستاذ زياد برأيكم فعلا هذه الميليشيات تشكل خطرا على الولايات المتحدة الأمريكية من خلال الاستهداف المتكرر لقواعدها أم أنها لا تشكل شيء أبدا؟ هي الحقيقة ليست بذات الفعالية هي لا تشكل خطر حقيقي وإنما هناك سراء مصالح هناك سراء نفوط الميليشيات استخدمت القوات الأمريكية في حربها لتدمير عدد من المدن الأمريكية واستخدم الطيران كانت في السماء والميليشيات على الأرض كذلك رأت الأولايات المتحدة أن لا بأس من استخدام تلك الميليشيات أيضا فعلى الأرض وهم في السماء حتى يتم تدمير تلك المدن المهمة والانفراد بالقرار السياسي في العراق ولكن هنا وصلنا إلى محل اللاعودة حيث هي أما النفوذ الإيراني أما النفوذ الأمريكي باعتبار أن السنة وما يدعمه من الدول العربية قد انتهى وليسوا أصحاب قرار لذلك يجب الطلاق أن يقوم ما بين تلك القوات وتلك الميليشيات على واقع الأرض وأعتقد أن الإدارة الأمريكية تريد هذا الأمور ولكن بعد إتخاذ قرار أيضا سياسي في العراق اختيار رئيس وزراء مقبل حتى تتم هذه العملية بشكل واضح وصريح وتريد رئيس وزراء أن يدعم تلك التوجهات جملة ومفصلة ما هو موقف إيران برأيكم من هذه التطورات الحاصلة والخطوات التي تقوم بها الولايات المتحدة في العراق إذا ما حسبنا التصريحات الإيرانية وتهديداتها نعتقد بأنها ستهجم على الولايات المتحدة نفسها ولكن ما الذي استسأله إيران وفق ما تمتلكه الآن من ترسان حزيلة بالنسبة للصواريخ التي لم تعذي ولم تجرح شخص واحد في قاعد عين الأسد عشرات الصواريخ لم تجرح جندي واحد الإيران الحقيقة تهدد ولكنها لا تقعد هي استغنت عن الرجل الأول في العسكر الحرس الثوري الإيراني الطاسم سليماني ما الذي فعلته إيران وما الذي ستفعله لتلك الميليشيات هذه الميليشيات التي الآن حارب الولايات المتحدة أو تستهدفها بصاروخ هنا وهناك مجرد حطب معركة تمهيدا لمعركة أخرى لربما في المستقبل حيث إيران لا يهمها الميليشيات التي تقتل الآن مثل ما لا يهمها طاطميون ولا يهمها حزيلة يعني أفهم من هذه النقطة أستاذ زياد أن الإيران ليست بصدد أن تدخل نفسها في حرب مع الولايات المتحدة لحماية الميليشيات عمليا نعم هذا الأمر وارض جدا إيران تدرك أن قواتها لا تستطيع مجارات القوات الأمريكية ولكن كتصريحات نارية سنجدها هنا وهناك وسيسلزلون الأرض ويقضون على إسرائيل التي لم يطلق عليها إطلاق واحدة منذ أكثر من ستون عاما هذا النظامي هو إنظام فارس لا يستطيع عمل شيء على الساحة وأعتقد كل ما يقوم به هو تصريحات فارغة لا أكثر أشكرك جزيلا أستاذ زياد السنجري الكاتب الصحف العراقي شكرا لك على المعلومات وأيضا على المشاركة معنا في هذه الحلقة إذن مشاهدين الكرام مستمرون معكم في المنتصف ومستمرون أيضا في هذه الكلمات وهذه التطورات الحاصلة في العراق تحديدا من قبل الولايات المتحدة الأمريكية وانسحابها وإخلاء أربع قواعد عسكرية في أقل من شهر وتسليمها للحكومة العراقية وطبعا نشر صواريخ الباتريوت في قاعدة عين الأسد وتطورات حقيقة وخطوات تقوم بها الولايات المتحدة سنتابعها ولكن بعد أن نخرج إلى فاصل قصير ثم نعود لاستكمال الحوار والنقاش فابقوا معنا أهلا ومرحبا بكم مشاهدين الكرام مجددا مستمرون معكم في المنتصف أرحب مشاهدين بضيفي الذي انضم إلينا قبل قليل المحللة السياسية العراقية سيد علي الشمري أهلا ومرحبا بكم معنا أستاذ علي أهلا وستهلا حياكم الله نتحدث اليوم عن تطورات منفصلة عن حكومة الزرفي وعن تشكيل الحكومة الجديدة فيما يتعلق بها الخطوات التي تقوم بها الولايات المتحدة الأمريكية داخل العراق نتابع التقرير ثم نعود لاستكمال الحوار والنقاش نتابع مشاهدين الكرام لا تزال الجبهات تتراوح بين شد وجذب منذ استهداف القوات الأمريكية لقائد فيلق القدس مطلع العام الجاري حيث قامت ميليشيات تابعة لإيران بتكرار قصف القواعد الأمريكية في العراق بدوره شرع الأخير في نشر منظومة صواريخ باتريوت للدفاع الجوية ولكن بغداد كانت معارضة لهذه الخطوة خشية أن تعتبرها الجارة طهران تهديدا لأمنها القومية ما دفع واشنطن إلى منح غطاء سياسي لبغداد بخفض أعداد جنودها في البلاد مع نشر الصواريخ الدفاعية حيث شرع التحالف الدولي في سحب جنوده من قواعده خلال الأسبوع الأخيرة ويتوقع سحب القوات المتبقية في الفترة المقبلة وحصرها في قاعدتين فقط وهما عين الأسد بالأنبار وحرير في أربيل التي يفصلها عن الحدود الإيرانية ما يقرب من 100 كيلومتر من ناحية أخرى تزايدت في الآوينة الأخيرة احتمالات توجيه الإدارة الأمريكية ضربات إلى الحشد الشعبي العراقي المتحالف مع إيران بعد التحركات العسكرية الأخيرة في العراق وإخلاء التحالف الدولي قواعده هناك إضافة إلى إخراج واشنطن موظفيها غير الأساسيين في سفارتها ببغداد وقنصريتها في إيربيل بالتزامن يستمر تحليق الطيران الأمريكي بشكل كثيف في الأجواء العراقية منذ عدة أيام وعلى مستويات منخفضة مع تواصل الفصائل المسلحة التابعة لإيران تحركاتها على الأرض في صورة تدل على عدم سيطرة الحكومة العراقية عليها فهل تتخذ الولايات المتحدة سياسة بتقليص أعدادها أم أنها بصدد توجيه ضربة قاسية للميليشيات الإيرانية إذن تابعنا التقرير مشاهدين الكرام أجدد التحية والترحي بضيف المتواجد معي هنا في الستوديو المحلل السياسي العراقية سيد علي شمرئ أجدد التحية والترحي بك أهلا ومرحبا بك نتحدث اليوم عن التحركات العسكرية التي تقوم بها الولايات المتحدة الأمريكية بعد أن قام التحالف الدول بقيادة الولايات المتحدة بإخلاء أربع قواعد عسكرية وتسليمها للحكومة العراقية في خطوة الكثير تابعة هذه النقطة وطرحت العديد من التساؤلات حول هذا الإخلاء وأسبابه وتداعياته وانعكاساته وما ذلك بين العراق وإيران بين الولايات المتحدة أقصد وإيران برأيكم اليوم إخلاء أربع قواعد بأقل من شهر تقريبا عسكرية ما هي أبرز الأسباب بالتأكيد الولايات المتحدة الأمريكية كدولة عظمة وتمتلك الوجود الفعلي والحقيقي على الأرض العراقية وفي منطقة الخليج بصورة عامة بالتأكيد لها حسابات وهذه الحسابات بعيدة المدى وإلا هي ليست دولة صغيرة أو مجرد دولة إقليمية هذه الدولة اللي هي الولايات المتحدة وتمتلك هذا الوجود الضخم على مستوى سوريا أو العراق اللي هي الآن يعني النقطتين الساخنين في المنطقة نعم لو نلاحظ مسألة أنه أمريكا من أين انسحبت المناطق غرب العراق هي أهم منطقة موجودة الآن على الساحة العراقية الوجود الأمريكي يتركز من المنطقة اللي تسمى ناحية البغدادي منطقة البغدادي اللي موجودة في غرب مدينة الرمادي غرب الأنبار نعم قاعدة عين الأسد أو هي اللي اسمها قاعدة القادسية الجوية العراقية تمتد إلى الحدود العراقية السورية في منطقة القائم العين الأسد ما تم إخلائها بالعكس تم تعزيزها بمنظومات باتريوت لكن القاعدة أو المعسكر اللي موجود في منطقة حصيبة أو القائم عند الحدود السورية مع المحاذية لمنطقة البوكمال في سوريا تم سحب القوات الأمريكية من هذه المنطقة طبعا هذا إلى أبعاد المنطقة ساخنة هناك يتواجد قوات قسد قوات النظام السوري قوات تنظيم الدولة الإسلامية قوات العراقية الحجر الشعبي ميليشيات إيرانية شيعية تتمركز في منطقة دير الزور والبوكمال والقوات العراقية القوات الأمريكية انسحبت تاركة لهذه القوى المتصارعة أنه افعلوا ما يحلو لكم سيراقبون الوضع لأمريكا نعم طبعا المتضرر من هذه العملية هم الميليشيات الشيعية والقوات العراقية لأنه انت تعرف أنه تنظيم الدولة بس يغيب الطيران عن ساحة المعركة فورا يتقدمون يعني يستطيعون أنه أي قوة موجودة على الأرض أنه يتعاملون معها فالأمريكان لهم حساباتهم في هذه المسألة نعم انسحبوا تركوا هذه القواعد منطقة كاركوك تعتبر من أيضا من المناطق الملتهبة جدا ووضعت القوات الأمريكية من انسحابها من هذه المنطقة وضعت القوات العراقية والحجد الشعبي في مواجهة مباشرة مع قوات تنظيم الدولة ومناطق خانقين باتجاه الحدود الإيرانية حمرين وخانقين هذه كلها مناطق تشهد تواجد قوي لقوات تنظيم الدولة الإسلامية وقاموا بعمليات كبيرة ولعله العمليات الأخيرة تم قتل أحد كبار الضباط اللي هو آمر أفواج صلاح الدين نعم في هذه المنطقة في منطقة الإسحاقي نتيجة انسحاب القوات الأمريكية فالأمريكان لهم حساباتهم من أحد هذه الحسابات هو الضغط على قوات الحجد الشعبي اللي موجودة الآن نعم والميليشيات اللي تسمي نفسها قوات فصائل مقاومة تمهيدا لحسابات أخرى الأمريكان يعني مقبلين قد يكون مقبلين على معركة مع هذه الفصائل طيب الولايات المتحدة تحدثت عن الإخلاء يعني الجميع تساءل كما قلنا في البداية عن عملية الإخلاء السريعة يعني التي حصلت يعني بغضون أقل من شهر تقريبا أربع قواعد عسكرية تم أخلاء وتستعمل الحكومة العراقية وقالت هذه الخطوة تأتي يعني بهدف إعادة التموضع إعادة التموضع بأي شكل من الأشكال سيكون برأيك داخل العراق القوات الأمريكية لا زالت تمتلك قوات في منطقة التاجي هذه أنا ما أعرف الكثيرين أهملوها وكأنه ما موجودة صار يعني الكلام اللي يصير الآن أنه القوات الأمريكية موجودة في عين الأسد وفي قاعدة حرير في أربيل نعم قاعدة عين الأسد تعتبر يعني قاعدة ضخمة القوات الأمريكية من حيث العدد المتواجد من حيث نوعية الأسلحة اللي موجودة وكمية وفي حرير أيضا لكن لا زالت القوات الأمريكية في التاجي هذا الأمور ما السبب إلى أنه يتم إهماله أو عدم التركيز عالية البعض يرى أنه هذا تمهدا لانقلاب عسكري وهذا كلام طبعا ما إلا أي يعني أي قيمة أو أي وجود مو صحيح هذا الكلام الحقيقة أنه القوات الأمريكية تريد أن تعيد حساباتها خصوصا أفضل غطاء الآن هو ظهور فيروس كورونا والناس منشغلين بهذا الفيروس فالأمير كان أفضل وقت لإعادة حساباتها وإعادة ترتيب قواتها هو هذا الوقت طيب بالنسبة لردود الفعل على الانسحاب من القواعد برأيك كيف كانت من الناحية السياسية مثلا ومن ناحية الميليشيات نفسها طبعا هناك يعني ردود فعل جانبيا هناك ردود فعل تظهر للعلن وهناك ردود فعل حقيقية ما يصر الكلام فيها نعم الأكثر من يعني المفروض يظهر منها ردة الفعل هو الفصائل الفصائل الشيعية اللي موجودة سواء منظوية تحت ميليشيا الحشد أو يسمي نفسها فصائل مقاومة هذه الفصائل تعرف جيدا وخصوصا أنه المنظومة الاستخباراتية الإيرانية في خدمتها تعرف جيدا أنه الأميركان يعني لا خوفا انسحبوا أو أعادوا ترتيب وضعهم ولا تلبية لقرار البرلمان العراقي اللي طالب بانسحاب القوات بعض من القادة قادة الميليشيات يعني كتب في تغريدة أن الانسحاب جاء بسبب الخوف هكذا وصفها هذا لأنه يعني هذا كلام للاستهلاك مثل كلام الشعارات تحرر فلسطين والمقاومة وكذا هذا كلام ما إلى أي قيمة يعني هذا الكلام يمشوا عن الناس اللي ما يفهمون أما حقيقة هم يعلمون ويعرفون أنه الأميركان قد يكونون يعني ضامي لهم مفاجئة للفصائل هذه والفصائل تعلم هذا الشيء فمنهم من يصمت ومنهم من يقول أنه احذروا ولا تسرفون في التصريحات ردود أفعالها أنه بالعكس على الأرض الفصائل تستعد لضربة أميركية مقبلة هذا على الأرض التصريحات هذا الكلام للإعلام هو الاستهلاك لا أكثر ولا أكثر طيب من ناحية السياسية بعض مثلا السياسيين الحكومة العراقية السياسيين يعني حتى نكون واضحين بهالمسألة نعم السياسيين نتيجة الضغط نتيجة الضغط الإيراني اتخذوا قراره وتم تمريره في مجلس النواب لكن الحقيقة هم يعرفون جيدا أنه هم أول المتضررين من أي انسحاب أميركي لا يريدون انسحاب هم لا يريدون ولو كان حقيقة أن يريدون عادل عبد المهدي الرجل صنيعتهم ويستطيع أن يتخذ قرار وإحنا ما رأيكم تفضل نطلعه لكن شوف القرار صدر من مجلس النواب والكل سكتت والكلام يعني يصير بهالموضوع من باب رفع العتب لا أكثر وكان له تصريح عادل عبد المهدي فيما يتعلق باستمرار التحليق الأمريكي فوق الأراضي العراقية ووصفه بغير المرخص وما إلى ذلك من هذه النقاط تصريحات عادل عبد المهدي باعتباره وإن كان يعني هو مستقيل يعني هو ما إلى سلطة ولكن حقيقة هو لأنه بعد يدير الأمور فهو القادل عن القاتل مسلحة يعني تصريحاته مثيرة للضحك يعني لما يتكلم ويقول يا جماعة هذا ما يصير وكذا وكأنه يعني يتكلم عن أمر حصل في دولة أخرى أو في بلد آخر أو على القمر وليس على أرض العراق أنت مسؤول عن السيادة البرية والبحرية والجوية في العراق والأمير كان يلعبون يعني كما شاءوا فأنت لما تتكلم بهذه الطريقة أنت تتكلم مع من لما تقول أنه هذا غير مقبول وما يصير وتجاءوا بعدين طيب أي شيء يعني ما النتيجة لهذا الكلام ما هو الإجراء الذي راح تنتخذه إجراء لا يوجد لا يوجد فقط تصريحات عادية نعم الإجراء ما قلت لك الكلام كله يقع في باب رفع العتم طيب فيما يتعلق بالتهديدات يعني هناك صدر على الإعلام وعلى العلن أيضا أن الولايات المتحدة تجهز لتنفيذ هجمات يعني على الميليشيات التي هي تستهدف أصلا ببعدة صواريخ كاتيوشا وحتى يعني أعتقد فجر يعني يوم اليوم أو مساء يوم أمس أعتقد هناك سقطت صواريخ أو تم أرسل صواريخ كاتيوشا إلى محافظة الأنبار قاعدة المتواجدة في الأنبار اليوم هل هي الولايات المتحدة فعلا بصدد يعني فتح حرب شاملة مع الميليشيات الولائية لإيران حرب شاملة لا قطعا لا يوجد شيء اسم حرب شاملة مع الميليشيات لو كانت أمريكا تريد أن تشن حرب شامل على هذه الميليشيات لا شفنا أمور موجودة هناك مقدمات لازم لازم يكون مقدمات لا يوجد طيب لو أمريكا أرادت أن تشن فعلا حرب شامل على الميليشيات الحرب ستكون من الجو طيب من يمسك الأرض يعني الآن إحنا عندنا اللي ماسك الأرض هي الميليشيات لو جاءت القوات الأمريكية سواء بالصواريخ أو بالطائرات وقصفت هذه القوات ودمرت الجزء الكبير طيب من يخلف هذه القوات من يمسك الأرض غيرهم لا يوجد يعني أنت الآن قصفت منطقة هذه المنطقة بالتأكيد ما راح تدمر يعني هاي الفصائل 100 بالمية نعم لو 50 أو 60 أو 70 بالمية طيب ما هم القوة الباقية ظل ماسك الأرض طيب يعني شون اللي سوينا أمريكا تريد أن تضعف قدرة الميليشيات لا أن تنهيها هذا كل تصرفات والإجرات التخذية للولايات المتحدة هو باتجاه اضعاف سيطرة هذه الميليشيات لا يوجد على الأرض قوة بديلة من هو من القوة البديلة حتى اللي موجودين على الأرض اللي هم مثلا هذه الحجد العشائري أو الصحوات في العراق نعم اللي هم أصلا عملاء لأمريكا لكن بالنتيجة نقلوا ملف العمالة من أمريكا إلى إيران ما عندهم مشكلة طيب شون اللي سوينا رجعنا نقطة الصفر يعني هذول الموجودين على الأرض هم كلهم عملاء هذه حقيقة معروفة إذن هي يعني تريد أضعاف هذه الميليشيات ولا تريد إنهائهم بشكل جذري ولكن اليوم الميليشيات متخوفة حقيقة يعني من عدد سيناريوهات وتصعيد وتأخذ جراءاتها كما تقول بعض الوسائل العالمية بتغيير مخازن الأسلحة وأيضا حتى وصلت إلى تغيير مقار رؤساء أو فصائل يعني زعماء هؤلاء الفصائل تغيير الأماكن يعني هم يتخوفون أيضا من سيناريو الأغتيالات على الغرار ما حصل مع قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس قبل اغتيال سليماني وأبو مهدي المهندس قادة الفصائل كانوا يصدعون روسنا باللقاء يوميا كانوا ضيوف دائميين بالإعلام شوف قيس الخز علي أبو آلاء الولائي جماعة كتائب حزب الله سرايا الخرساني كلهم يطلعون بالإعلام يتكلمون وهي الخطب النارية والتصريحات الآن بعد مقتل هؤلاء خصوصا هاي الأيام لم يعد التجرأ أحد لا تسمع لهم ركزة وينهم وين أصواتكم تفضلوا شوفون البطولات وإحنا راح نضربوا اتفضلوا يعني من مانعكم يعني احنا مانعكم اتفضلوا اختفوا من الساحة التصريحات بدأوا يقللوها هناك من اختفى تماما من على الساحة حتى هذا قائد ميليشيا النجباء أكرم الكعبي نعم بعد الضربة ذهب إيران وبعد شفنا كثير منهم اختفوا وأحيانا يعني عوامر إيراني هذا الاختفاء برأيك أم هم يعني يتخذون الحيطة والحذار هما بالتأكيد يعني هي القرارات قرارات إيرانية هما تعرف هاي يعني هاي الفصائل أكثرها لأنه عقاديا مرتبطة بولاية الفقه فهم جزء من الحرس الثوري يعني لا يمكن أن يتخذون أي إجراء دون موافقة الحرس عداء الفصائل اللي ما مرتبطة أصلا بالحرس الثوري الأمر واضح جدا يعني بما أنه تم قصف وقتل فالمفروض القيادات تنسحب لأنه معرضة إلى الاغتيال والتصفير طيب اليوم يعني نحن نتحدث أن الولايات المتحدة تريد إضعاف الميليشيات المتواجدة هناك هل هي فعلا تشكل خطرا يعني على القوات الأمريكية أو على القواعد لذلك انسحبت وأخلت هذه القواعد وسلمتها للحكومة العراقية أنا أتكلم لك بما أعرف يعني مو مجرد رأي أو سمعت من فلان بما أعرف القوات الأمريكية تمتلك من القوة أن تسحق هذه الميليشيات والميليشيات تقوم بعمليات غريبة عجيبة يعني مثلا مسألة إطلاق صواريخ كاتيوشا هي يعني لا تحدث ضرر يذكر بالقوات الأمريكية ولكن متكررة أصبحت وتكررة وصارت ممقبولة يعني مجرد يعني هي خصوصا على الإعلام يعني البعض يقول أن كل يوم نسمع عدد من الصواريخ كاتيوشا تستهدف المنطقة الخضراء وتستهدف القاعدة الفلانية يبدو أنها يعني تحرج الولايات المتحدة لا تحرج حتى الحكومة بالتأكيد يعني لما يطلع يطلع القادة العامة للقوات المسلحة ويقول يعني تصريحة مضحك أنه هذه العمليات ومن يقوم بها تسبب أنه حراج وانتهاج طيب أنت رجل عندك مسؤولية وقائد عام غير المفروض تنيه هذا الأمر يعني غير تتخذ إجراء فالمشكلة المعلن غريب وكأنه الجميع عاجبتها وهذا يدل يعني أن الحكومة آخر من يعلم في العراق لا يعني تعلم الحكومة تعلم ولكن لا يوجد بيدها أي شيء كلها تعلم الحكومة تعلم والإيرانيين يعلمون ومن قام بالعمل هو بالتأكيد يعلم وحتى الأمريكان يعلمون لماذا لا يتم اتخاذ إجراء هذا الكلام السؤال يجب أن يوجه الأمريكان نفسهم مجرد تصريحات شو كلام هذا أنتوا أكبر دولة أقوى دولة بالعالم أنتوا تجعلون ناس يضربوكم بصواريخ كات يوش وبعدين ينسحبون هذا يذكرنا باللعبة بين حزب الله وإسرائيل إطلاق صواريخ إطلاق قذائف على الحدود بين إسرائيل ولبنان وبعدين كل من نروح على بيتهم هذا يصير بطل وهذا يصير بطل هذا اللي صحيح طيب بالنسبة للميليشيات اليوم يعني هل هي تحسب حساب معركة مثلا مع الولايات المتحدة هل هي قادرة على ذلك أنا لا أرى أنه الميليشيات قادرة أن تواجه حملة جوية من الولايات المتحدة يعني أنا لا أقول إنهاءها لكن لتحجيمها إلى أصغر حجم لا تستطيع إنهاءها ليس من مصلحة الولايات المتحدة بالتأكيد الولايات المتحدة لا تريد فراغا على الأرض لأنه لا يوجد قوة على الأرض تستطيع ملاء الفراغ وهذا سياسة أمريكية معروفة ما تنهيك تريدك تمسك الأرض تتعامل معك كطرف ضعيف ولكن إيرانية تستغل يعني تعتبر أداة أو اليد اليمنى للمحركة الأساسية في العراق لإيران هذه الميليشيات الأميركان من البداية قبلوا يعني أنه تكون تقسيم النفوذ بينه وبين إيران لكن الإيرانيين يعني صاروا يتجاوزون على الحصة المقررة هذا أزعج الأميركان الآن إيران هي يدها يعني إيدها أطول من إيد أمريكا في العراق الأميركان يريدون يرجعون للوضع السابق أنه إيد إيران ما تكون بهالطول هذا شوية تقصرها هذا هذا على الأرض ولذلك يريدون إضعاف أهلي الميليشيات نعم ما يريدون إنهاءها هم عاجبهم أنه يكون إيران تمسك الملف العراقي وتتحمل كل تبعات مشاكلة اللي ما تخلص هي تريدها كذا أصلا يعني ما عندها مشكلة الأميركان ما عندهم مشكلة ويقبلون بالقسمة الأميركان ما عندهم مشكلة أنه تكون إيران لها حصة في العراق على هكتما يعني البعض يتوقع البعض حقيقة يعني اللي يتكلمون بهذه المسائل يتمنون أماني أنه أميركا ستأتي اتخلصنا من النفوذ الإيراني وبعدين استلمنا الحكم هذا كلام الناس الحالمين أحلام العصافير الناس اللي ما عندها عقول تشتغل كيف تأتي أميركا وتنهي وضع هي أوجدته انقلاب عسكري كيف يكون انقلاب عسكري أمريكا هي اللي أوجدت العملية السياسية وهي من تحميها حق وهي من تحميها وهي من صنعتها والتجارب أثبتت أنه الأميركان يتعاملون مع الواقع كما هو لا كما تريد أنت لما صارت الانتخابات 2018 اللي محسوبين على الأميركان راحوا يشكون للسفير الأميركي صار يضحك عليهم قالوا مروح وخلاص انتهى الموضوع والحجد الشعب يتمكن من تشكيل الحكومة من جاء بعاد العبد المهدي لأنهم فازوا بالانتخابات والناس عزفوا عن الحضور للانتخابات أمريكا ما تدخلت ما حطت نفسها ولا زال هؤلاء بهذه العقلية يتمنون أنه تأتي أمريكا وتقود انقلاب عسكري بمن؟ بعثمان الغاني من رئيس الكاد الجيل اللي ياخذ أوامر ابن الإيرانيين شده الكلام هذا الكلام مزعق موقف الإيرانيين اليوم من هذه الخطوات من انسحابات من القواعد العسكرية برأيك كيف تنظر إيران لهذه الخطوات؟ من خلال التصريحات الرسمية الإيرانية الإيرانيين فاهمين اللعبة وفاهمين الموضوع لا زالوا يقولون على الأمريكان أن ينسحبوا لأنه لا الشعب يقصدون أتباعهم ولا القوى السياسية وأيضا أتباعهم ولا الفصائل ولا البرلمان وكلهم أتباعهم هؤلاء ما يريدون وجود أمريكي لذلك تشوف إيران ما علقت على الانسحابات أنه هذا شيء جيد أو خاف لا هم يعرفون أنه الأمريكان يعيدون ترتيب أوراق اللعبة سنعود لإستكمال هذه النقطة ولكن اسمح لنا أن نرحب بضيفنا عبر الهاتف الأستاذ محمد عويس المختص في الشأن الأمريكي أهلا ومرحبا بكم معنا سيد محمد أهلا وسهلا بكم سلامكم الله أهلا ومرحبا بك في البداية نتحدث اليوم عن الخطوات التي تقوم بها الولايات المتحدة الأمريكية في العراق وانسحاب التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة من أكثر من أربع قواعد عسكرية داخل العراق وتسليمها للحكومة العراقية برأيكم هذه الخطوات على ماذا تدل وإلى ماذا تريد أن تصل الولايات المتحدة هي ليس خطوات فقط بل هذه هي استراتيجية أمريكية جديدة وهو الابتعاد عن المنطقة وعن المشاكل الصديمة العالم قبل الكورونا كان الشيء وفي مرحلة الكورونا يكون الشيء وسيتغير العالم كما كنا نعرفه حتى التحالفات بالعالم بدأت تتغير فلذلك الذي يقوم به الرئيس الأمريكي يستغل هذه القرصة أن العالم بأجمعهم مشغول بالكورونا وأنا استعمل الأمريكي مشغول بالكورونا وغير مختلف بما يحدث على الصعيد العكري والجيو يعني فوليتيكال جيو السياسي حول العالم وسيرتحب والأرض كذلك يعني بعد الأهم يعني ثبت فشل الجميع يعني فشلت إيران فشلت الصين يعني شيء فشلت في هذا الموضوع أمريكا فشلت إيطاليا إسطانيا فرنسا جميع الدول العرانية فشلت في محاربة وباء فما بالك أن يعني يبقوا هذه الجيوز ماذا طيب أنا برأيي تخلي الموضوع أصبح تخلي عن المنطقة وعن مشاكل المنطقة خاصة أن المنطقة أصبح يعني سأقول الكلمة موجوءة أو فيها وباء لم يكون له حل قبل سنتين أو ثلاثة طيب أستاذ محمد ماذا عن نشر الولايات المتحدة لمنظومة الباتريوت في قاعدة عين الأسد يعني ما هي أسباب هذا النشر وهذه القاعدة تحديدا هناك طالما أن هناك جندي أمريكي واحد في المنطقة وطالما أن نظام الإيراني يهدد المنطقة ويهدد الشعب العراقي ويهدد الشعب السوري ويهدد الشعب اليمني نعم في رأيي وطالما أن الأمريكيون متواجدون والأوروبيون كذلك متواجدون في العراق هم بحاجة لألا يتركوا الجيك الأمريكي والناتو والتحالف ما يسمى التحالف في العراق يتركوا ظهرهم مكشوب لعملية من قوات حزب الله العراق أو قوات الحجر الشعبي أو الإيرانيون أو الحرس الثوري الإيراني لأن هناك سأر بين الضرفان الآن وخاصة بعد مقتل يعني أنا أعتبره مجرم الحرب سليماني نعم فلذلك هم يعني حريصون وحريصون إذن ولا يريدون لإيران أن تسجل نقطة ضدهم في حال قررت أن تقوم بعملية رعناء طيب وسائل الأعلام اليوم أستاذ محمد تتحدث عن يعني عملية عسكرية لربما أن تقوم بها الولايات المتحدة وتشن هجمات على الميليشيات التابعة لإيران ما صحة هذه الأنباء برأيكم هل فعلا هي بصدد ذلك يعني أولا الأمريكيون لن يعلنوا عن أي عمليات وخاصة أن الرئيس الأمريكي السامسي هو الذي انتقد أوباما عندما قال أن أوباما يعلن متى سيضرب وفي أي مكان سيضرب ولكن علينا أن نتذكر منذ السابع من يناير هذه السنة ما زالت القوات الأمريكية والتحالف ما زالوا يقومون بعملية قصر للميليشيات التابعة لإيران في العراق وفي سوريا ولم تتوقف فمعنى ذلك يعني إن حدثت شيء اليوم أو غدا أو بعد غدا نعم فهو جزء من الاستراتيجية الأمريكية والتحالف في المنطقة لإثبات أنا برأيي لا يوجد هناك مصر لأحد في العراق عملية فقط إثبات للوجود وخاصة أنهم خفضوا عدد القوات الأمريكية والتحالف في العراق يريدون إثبات الوجود بعملية نوعية لخصف طائران خصف من طائرات مستيرة لتذكير إيران أنهم ما زالوا موجود لكن الحقيقة هم أنهم غير موجودون أشكرك جزيلا سيد محمد عويس المختص بالشأن الأمريكي شكرا لك على هذه المعلومات وعلى المشاركة معنا أيضا في هذه الحلقة أعود إليك أستاذ علي وسائل العلم تحدثت اليوم عن وصول الرئيس الجديد لفيلق القدس في الحارس الثوري الإيراني إسماعيل قآني إلى بغداد يعني مدلات هذه الزيارة في هذه التوقيتات في ظل الخطوات المتخذة من قبل الولايات المتحدة إسماعيل قآني لما يجي زور العراق بالتأكيد ما جاء إلى النزهة يعني لكن أنا أرى أنه الزيارة إلها شقين شق سياسي وشق عسكري الشق السياسي موضوع التحركات والأمور السياسية التي تتعلق بتكليف عدنان الزرفي كرئيس وزراء والخلافات الشديدة بين الكتل الشيعية والسنية والكردية حول هذا الموضوع والشق الثاني هو الشق العسكري هو رجل عسكري أولا وأخيرا نعم فبالتأكيد يعني جاء حتى يرى ما العمل وكيف سيكون التحرك ويطمئن بنفسه على العمل وإلا المعروف أنه قادة الحرس الثوري وخصوصا المرتبطين بفيلق القدس يعني ما تركو زيارات العراق ويشرفون على كثير من الأمر بنفسه يعني قيادات عملياتية وقيادات لوجستية زارت العراق والتقت بقيادات الفصائل والزيارات لم تنقطع والتعاون ما توقف طيب نتابع الآن في نهاية هذه الحلقة بعض من التغريدات على موقع تويتر فيما يتعلق بالتطورات والخطوات الأمريكية وفيما يتعلق في المشهد العراقي أيضا نبدأ في التغريدة الأولى مشاهدين الكرام لأستاذ مجاهد الطائي كتب في هذه التغريدة وقال نصب منظومة الباتريوت ليس من أجل صد صواريخ الكاتيوشة التي تطلقها الميليشيات إنما من أجل صد صواريخ إيران الباليستية فهي غير مصممة لصد الصواريخ الصغيرة تكلفة الصاروخ الاعتراضي للباتريوت تقدر بين 4 و7 مليون دولار وكل صاروخ باليستي بحاجة إلى ما بين 3 إلى 5 صواريخ باتريوت كلام سليم والأخ مجاهد الواضح فاهم الموضوع الباتريوت مصممة للصواريخ الكبيرة ليست من أجل صواريخ الميليشيات صواريخ الميليشيات هذا شيء مضحك راجمة صواريخ بيئة 21 وبيئة 24 يضرب لصاروخين 13 الباتريوت ما لها دخل بالموضوع التغريدة الثانية لسيد هشام الهاشمي كتب في هذه التغريدة وقال تفعيل منظومة الباتريوت بشكل كامل ضد هجمات الكاتيوشة مكلف جدا فالكاتيوشة سلاح رخيص ولا يحتاج للمزيد من الجهد لنصبه واستعماله بخلاف منظومة الباتريوت إذا ردت على الكاتيوشة فإن الرد مكلف اقتصاديا وتكون المواجهة خاسرة وبإمكان خلايا الكاتيوشة إدراك هذه المعادلة وخوض معارك إنهاك فيها هو طبعا أولا الأمريكان يعني مو ناس اللي جايين على المنظومة مو ناس جايين من الشارع يعرفون أنه ما راح يطلق هاي الصواريخ للرد على الكاتيوشة والمسألة الثانية هل أنه الميليشيات لديها خطة للقيام بحرب إنهاك ضد القوات الأمريكية هذا الكلام غير صحيح التغريدة الثالثة لسيد شاهو القرداغي كتب في هذه التغريدة وقال صحيفة الأخبار اللبنانية زيارة قائد فيلق القدس إلى العراق لا علاقة له بسخونة الميدان بل الزيارة طابعها سياسي فقط حيث ترفض طهران اختيار شخصيات لرئاسة الحكومة قد تخدم الأجندة الأمريكية ويؤدي فيلق القدس بين قوسين دورا تنسيقيا بين الأحزاب العراقية لتقريب وجهات النظر وإنها أي شرخ قد يحصل لا أنا ما أتفق مع الأخ شاهو لأنه هذه وهذه هناك شقين للزيارة لا بد منها التغريدة الرابعة لسيد مصطفى سالم كتب في هذه التغريدة وتحدث فيها أيضا وقال واشنطن تستخدم حاليا عبارة الميليشيات الشيعية بعد أن استهدفت المصالح الأمريكية سابقا وسابقا كانت تسميها ميليشيات موالية لحكومة العراق لأنها كانت تتولى مهمات قذرة وطائفية سلطة الميليشيات تتغذى على القتل والخراب ولأنها أداة إيرانية تندفع نحو مواجهة لن ينقذها من نتائجها غطاء الحكومة فقط لما كانت الحرب على تنظيم الدولة كانوا الأمريكان يغازلون هاي الفصائل والميليشيات الآن وحبائبهم دحوهم والقنصل الأمريكي في البصرة راح زاد جرح الفصائل في المستشفى هناك الآن بدأ الواضح أنه تتغير الاستراتيجية تغريدا الأخيرة بعجالة نأخذها مشاهدين الكرام لمحمد مجيد الأحوازي كتب فيها وقال في ظل انتشار وباء فيروس كورونا في العراق يجب أن يكون هناك تحرك عراقي ودولي لإطلاق سراح كل المعتقلين العراقيين الذين اختطفوا ظلما من عوائلهم وهجرة عوائلهم من مناطقهم كما حدث في جرف الصخر وعلى أي مرشح لرئاسة الوزراء أن يكون له موقفا واضحا في هذا الملف أنقذوا المعتقلين والمغيبين أولا أنا أريد أشكر للأخ مجيء محمد مجيد لأنه تكلم بهذا الموضوع بالفعل هذا الملف يعني مغيب حقيقة في هذه اللحظة بالنسبة للمعتقلين والمسجونين يعني هذا الرجل أنا أشكر على هذا الموقف والكلام على السجون كسجون أما هناك من السياسيين من ينسبون للسنة يقولون أخرجوا مجموعة يعني لا تطلعون إيدا ملوثة بدماء العراقيين رغم أكثر الناس ملوثة إيداهم بدماء العراقيين فسبحان الله أنا أسأل الله سبحانه تعالى أن يفرج عن المعتقلين والمسجونين ويخرجهم لعله إجي هذا المرض يكون سبب في إخراجهم وأطلاق صراحهم وعودتهم إلى أهلهم أشكرك جزيلا سيد علي الشمري المحلل السياسي العراقي شكرا لتوجدك معنا في هذه الحلقة أشكر موصول مشاهدين الكرام لكل من شاركنا في هذه الحلقة في القسم الأول الكاتب الصحفي العراقي السيد زياد السنجري وأيضا من شاركنا قبل قليل في المختص في الشأن الأمريكي السيد محمد عويس وأيضا شكر لكم بطبيعة الحال على حسن وطيب المتابعة وصلنا إلى ختام هذه الحلقة من برنامج فيلم منتصف شكرا لكم وإلى اللقاء اشتركوا في القناة